اشتركوا في القناة توقعاتنا على يوم الثلاثاء 27 أربعة القمر استقر الآن في برج العقرب تماما هو الآن في منزلة الإكليل هي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد وطبعا رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 53 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لمنزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة بالنسبة للقمر طبعا بما أنه موجود بالعقرب فتأثيره على جميع الأبراج بالفترة هاي منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التعمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم شوي سلبية هي كلها كلها سلبية وخصوصا برضو مع التراجع تبع بلوتو فخلينا نشوف أول زاوية الي هي زاوية التقابل السلبية بين القمر والشمس وهاي راح تكون الساعة ثلاثة و 31 دقيقة صباحا ومعنى تقابل يعني اكتمال القمر راح يكتمل القمر ويصير بدر كامل وهذا بدل على أنه إحنا وصلنا لمنتصف الشهر وهاي بتصير الساعة ثلاثة و 31 دقيقة صباحا بتوقيت كرينج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية برضو بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة 9 و 21 دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبيه بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون الساعة 12 و 46 دقيقة بعد الظهر من واجه مصاعب وعراقيل تطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اللي قبل الأخيرة هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهر وهاي راح تكون في تمام الساعة 5 و 34 دقيقة مساء أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بعد هاي الزاوية بصير عنا اللي هو تراجع بلوتو في الجدي راح يبدأ التراجع الساعة 8 مساء بتوقيت جرينج تراجع بلوتو في برج الجدي راح يستمر حتى يوم 16 يعني تقريب الخمس شهور في فترة تراجع بلوتو هذا الكوكب اللي بيتحكم بعالم ما وراء الحياة وكوكب السيطرة والتطرف والجنس علينا أن نتوقع تصرفات منتطرفة من الأشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم وهذا بيشملنا برضو احنا راح نتصرف تصرفات منتطرفة أو عدائية أو فيها عصبية إذا كرهنا إنسان معين فهاي يعني الكراهية راح تزيد ورح يعني تصير فيها نوع من أنواع المواجهة بيحاول البعض منه أنه يفرض رأيه بالقوة على الغير هاي الفترة بتكثر فيها حوادث العنف الجنسي زي التحرش أو الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية وهاي فترة التراجع للكوكب تستغرق خمس شهور فبتكونوا حذرين من ردات فعلكم وعصبيتكم وتطرف أفعالكم بالفترة القادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل السلبية طبعا خلينا قبل أن يجعل التقابل السلبية التراجع بلوتو بشمل هذا التأثير جميع الأبراج مش بس هو الجدي أغلبهم يعني الجدي هو أكثرهم ولكن كل الأبراج بتعاني من نفس الإشي اللي أنا ذكرته أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع طبعا القمر بما أنه موجود في العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة ثمانية وعشرين أربعة رح يبدأ في تمام الساعة طنعاش وواحد وثلاثين دقيقة بعد الظهور بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة بعد العصر لينتقل بعدها القمر إلى برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر حكينا هو القمر المكتمل بدر ست عشر يوم في تمام الساعة أربعة وستة واربعين دقيقة مساء بيصبح 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في العقرب حتى يوم ثمانية وعشرين أربعة منتحس بنسبة ثمانين في المية عطارد في الثورة حتى يوم أربعة خمسة سعيد بنسبة عشر في المية أما الزهرة في الثورة حتى يوم تسعة خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في السرطان حتى يوم أحد عشر ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزوحل يعني في الدلو لسه ما بلش يجهز حاله لعملية التراجع ولو انها لسه ضيليلها شهر تقريبا ما هو رح يضل لغاية 23.5 قبل التراجع منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجديد نحسب انه بدأ عملية التراجع ورح يستمر في عملية التراجع لغاية يوم 16 ومنتحس اليوم بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء حاول انك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع وانتبه لأموالك من الصرقة أو الضياع برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوء عصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءاتك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع التعاسي أو الحزن وتشعر بالظلم أو بالقهر أهم إش إنك ما تيأس وكون صبور شوي بدك تضبط عصابك حاول إنك برضو اتراقب وضعك الصحي بشكل جيد برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة لا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء لا تتشبث برأيك استمع لأراء الآخرين بهدوء وروية لا تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو بمعاملة برج السرطان بتجتازه اليوم أو هذا اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح أهم شيء أنك تخصص وقت للعائلة أنت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط ولكن ضبط الأعصاب مطلوب أثناء تعاملك مع الأحبة برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه وبميل أفراد العائلة لمد يد العون ممكن تدخل فترة مواجهة مع الحبيب أو مع أفراد العائلة الفترة متوترة جدا تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أو بحدث منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذراء ابتمشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وخاصة القصيرة هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وعن توضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار أهم شيء برضو ضبط الأعصاب مطلوب وعدم التسرع برضو مطلوب برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هذه الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم إشي أنك تتفائل بالخير وتنطلق اسعى للوفاق وللحلول الوسط لطف الأجواء وحسن العلاقات هذه الفترة فيها انشغلات على الصعيد المالي برج العقرب طبعا اليوم أنتم نشيطون وحيويون وبينجذب إلكم أفراد من الجنس الآخر بادروا لا خطوة جديدة من شأنها إنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب وبتنتظر خبر معين ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وممكن تنطلق بمهمة طال انتظارها في جديد رح يدخل حياتك من أكثر أيام الشهر حضا ولكن بدك تكون برضو حذر لأن القمر منتحس برج القوس ابتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض بالفترة هاي بتكون قليلة أهم إشانك ما تجازف من دذارك تأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجديد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أهم شيء إنك لا تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته ونير رضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين ولا تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول إنك تكون هادئ طبعا القمر بشكل نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة لأنه ممكن تبدو غاضب أو عدائي حاذر من الخلافات ممكن تكرم خلال هذا اليوم أو تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بيصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفي مع أحباكم هذا يوم مناسب لإجراء مقابله ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة أو حتى خبر بيجيك من بعيد بتهتم بهواية جديدة وبتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل جيد يعني عندك فرص ممتازة بالفترة هاي حاول إنك تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر